تقيم وزارة الداخلية متمثلة بالمديريات الأمنية عدداً من المحاضرة التوعوية لمنتسب وزارة الداخلية بشكل استباقي استعداداً للانتخابات النيابية والبلدية بهدف نشر الثقافة القانونية ورفع الكفاءة لدى رجال الأمن في العملية الانتخابية تنظم المديريات الأمنية بوزارة الداخلية بالتعاون مع مختلف إداراتها وبشكل استباقي سلسلة من المحاضرات حول الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها الشهر القادم وذلك بحضور عدد وفير من منتسب المديريات الأمنية وذلك بهدف نشر الثقافة القانونية بشأن العملية الانتخابية ورفع كفاءتهم وجاهزياتهم فضلاً عن تعزيز معرفتهم بكيفية مواجهة المشكلات التي قد تنجم أثناء العملية الانتخابية وتزويدهم بكيفية تأمين المقرات الانتخابية قامت مديرية شرطة محافظة العاصمة بوضع خطة أمنية لتأمين الانتخابات النيابية في محافظة العاصمة وذلك من خلال عمل محاضرات توعوية لمنتسبين المديرية ومن خلال هذه المحاضرات تم عرض الخطة الأمنية لتأمين نقل صناديق الاقتراع وتأمين المقار الانتخابية ونشر أسادة الضباط والأفراد والدوريات الأمنية على هذه المقار طول فترة التصويت حتى الانتهاء من الفرز والعودة إلى الجهة المختصة وتضمنت أيضا هذه المحاضرات من الناحية القانونية توعية رجال الأمن قبل وأثناء وبعد العملية الانتخابية بالواجبات والحقوق المتكلة لهم وكيفية التعامل مع الناخبين والمرشحين ورأساء لجان الفرز وأيضا كيفية التعامل مع أي جرائم انتخابية إن حدثت في حينها حيث قامت مديرية شرطة محافظة العاصمة بالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بعمل دورات المشاركين في العملية الانتخابية في دورات مختصة في مكافحة الحراق والإسعافات الأولية وذلك لسرعة الاستجابة لحدوث أي طارث وتهدف المحاضرة إلى التوعية بحقوق وواجبات رجل الأمن ودوره قبل وأثناء وبعد عملية الاقتراع إضافة إلى تعزيز المهارات القانونية والفنية اللازمة للتعامل مع الناخبين والمرشحين لتحقيق التفاعل الإيجابي في العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية